في غسم خاص عندنا بالإدارة العامة للإطفاء وهو منوط بتحديد الأسباب الحرائق كل حريق تلف عن حريق الآخر في بعض الحرائق تكون أسبابها العمال المتواجدين أخطاء العمال المتواجدين أو عدم اهتمام المغاول بشروط الوغاية الخاصة بالمماني قيد الإنشاء والغسم طبعاً غسم الحوادث وهو اللي يحدد أسباب كل حريق على هده جميل مهندس عبدالله أنت ذكرت أن هناك أكثر من حريق وتختلف الإجراءات عند زيارتكم إلى هذه المواقع كيف تقيم إجراءات الأمن والسلامة في المباني قيد الإنشاء أكثر المباني تكون ملتزمة إلى نسبة كبيرة باشتراطات قطاع الوغاية لكن بعض المباني غير ملتزمة ترجع أسبابها إلى عدم اهتمام المغاول اللي موجود بالمشروع أو المكتب الهندسي بمتابعة اشتراطات المباني غير الإنشاء الاشتراطات يجب أن تكون بشكل دوري نعم ويومي ويكون فيه أشخاص معينة موجودة بالمشروع مهتمة بالتأكيد على سلامة الموقع جميل أخيرا مهندس عبدالله ورائد عبدالله ما هي سبل التخلص أو الحد من ظاهرة الحريق برأيك كونك أحد الرجال المتخصصين في ذلك نحن في عمل وضع منظومة كاملة مرتبطة بين جميع وزارات الدولة واجتماعات مع البلدية واجتماعات مع المكاتب الهندسية بالتشديد على الاشتراطات الموجودة في المشاريع الكبيرة نعم الغصور ما هو من المشاريع ملاك المشاريع أنا شوف أنه فيه غصور شوي من متابعة المقاولين للمشاريع أو المكاتب الهندسية بتوفير مهندس خاص بالأمن والسلامة يتابع سلامة العمال الموجودين بالمشروع ونحن من ناحيتنا بتعليمات مباشرة من العميد نائب المدير العام لغطاء الوغاية العميد خالد عبدالله فهد ضرورة الكشف الدوري على المشاريع هذه ووضع الاشتراطات اللازمة التمبروري التي تكون موجودة داخل المشروع والمعدات السلامة تكون متوفرة بشكل دوري نعم رئيس قسم المخالفات في قطاع الوقاية بالإدارة العمل رائد المهندس عبدالله المحور فيه شكرا جزيلا لك شكرا شكرا